اشتركوا في القناة حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث انجاز التعبير نتحدث فيها عن البلديات والمرسيدس مع الاعتذار للفيلم المصري البنات والمرسيدس ولكن قصة المرسيدس اثارت الرأي العام في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضبط النفقات عن شد الاحزمة يوم الجمعة كان رئيس الوزراء يناشد شباب الوطن بان يتحملوا بان يضغطوا على انفسهم قليلا اليوم نتفاجأ بقرار السماح للبلديات او الموافقة للبلديات الفئة الاولى وهم اظن عشر بلديات او اكثر شوي بشراء سيارة مرسيدس تبرير الوزير قال ان القرار متخذ منذ العام 2008 نود ان نذكر معالي الوزير فقط ان من 2008 ل 2018 اتغير القانونين بلديات معقول القوانين البلديات اتغيرت معاليك والامر ما زال نافلا ارجو ان نكفع الاستهتار بالرأي العام وبالمواطن واسمحولي ان ارحب بضيوفي الاستاذ احمد الكركي رئيس بلدية الكرك اهلا وسهلا بك والاستاذ عاطف فلاح لغويريا شان ما تزعى الاخي عاطف رئيس الدائرة الخامسة في بلدية الزرقاء ممثل بلدية الزرقاء استاذ ابراهيم اول شي الحمد لله سلامتا الله وسهلا بي يعني خلينا نحكي الانتخابات من 15 اب اليوم احنا قرابة 15 اذار ماذا انجزت البلديات تحديدا الكرك ماذا انجزتهم حقيقة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد يدي بدء بشكركم جزيل الشكر على هالفرصة الثمينة بالنسبة الي اللي تمكنت من خلالها اني انا اكون على تواصل وانا الي الشرف في قناتكم المؤكرة وبشكر زميلي واخوي كمان حضوروا اليوم معنا حقيقة يمكن الوقت لا يسعف ان يفضي بما في داخلي لكن الايجاز ان شاء الله رح يكون بحق ومن اجل اظهار الحق وابطال الباطل حقيقة بالنسبة لي انا ابراهيم اكراهيم الكركي عمدة الكركي ورئيس بلدية الكركي الكبرى وانا اصغر رئيس بلدية بالمملكة في اولى ولي الشرف انني انحدرت انحدرت من فئة الشباب كنت موظف في بلدية الكرك الكبرى لمدة 13 عام عام الوطن في بلدية الكرك الكبرى تمكنت بعد 13 عام اني اقدم استقالتي وانزل للانتخابات من اجل اني انا اكون خادم لوطني حقيقة ردا على سؤالك بكل صراحة انا اكن لوزير البلديات كل المحبة والاحترام والتقدير ولي الشرف انه من بداية المشوار ومنذ تولينا المنصب قمت بزيارته ولي الشرف لعدة مرات بلقاءاتي مع لي كنت اقبل ايده من باب الابوة وكنت حريص جدا ان اظهر دائما بانني المخلص الوفي من اجل ان استطيع ان اقدم لأهلي وناسي في محافظة الكرك ما استطيع ولكن اليوم احنا بصدد الحديث عن انجازات البلديات كما تفضلت حضرتك بشرفني ان اوجز لك ولكن على رأس ما اريد ان اسمع به المشاهدين وحضراتكم انه اليوم يكفينا شرف اننا وبالمرتبة الاولى حضينا بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه اليوم نحن شباب الوطن وكما عهدنا ثقة جلالة الملك الله طال الله في عمره ان اليوم على المحك وخصوصا وانت تعلم والكل يعلم بان شريحة الشباب المجتمع الاردني تفوق الستين او خمسة ستين بالمية اليوم سنحت لنا الفرصة ومن خلال مشوارنا الشباب النهضوي في بلدية الكرك الكبرى ان نستطيع ان نصل الى اماكن صنع القرار ولكن ماذا بعد نحن بفضل من الله عز وجل وبتوفيق ومنا منه استطعنا خلال الست اشهر ان نكسر روتين الصنم المائل الذي لا يريد ان يطيح بنفسه ولكن الفرصة اتت ومن ثقة جلالة الملك وتعبيرا عن الديمقراطية الحقة اننا اليوم على ارض الواقع انجازاتنا هي التي تتكلم خلال ست اشهر وبتعاون من جميع الطواقم الموجودة من كافة الوزارات بصدر رحب تمكننا من احراز منحة من الديوان الملكي لعمل سكن جامعي على بوابة الجامعة الشمالية بتكلفة 608000 دينار ونعد في الاسابيع القادم القليلة لافتتاح رسمي يعني هذا استثمار استثمار منحة من الديوان الملكي ب608000 وخلال الاسابيع سيكون الافتتاح اما بامين عام الديوان الملكي او سيدي وما اولا سمو ولي العهد الامير حسين اطال الله في عمره حقيقة اليوم في عنا بمدينة الكرق وخلال ستة اشهر تم انجاز حديقة ترفيهية وعلى مستوى مليون ومئة الف ورح تكون حديقة شاملة لكل ابناء واهل الكرق هاي كمان تبرع واليوم اسابيع رح تكون كمان في اطر استقبال جميع الزائرين عنا مشروع هزاع التنموي باثنين مليون سبعمية وخمش وتسعين الف تم انجازه ويتكون من سبع طوابق رح يخفف من ازمة السيارات والازدحامات المرورية ورح يوفر قاعات للأفراح والمناسبات ورح يكون هناك مكاتب جديدة لإشغالها من قبل اقسام البلدية اللي مستأجر لها من العامة ومن المواطنين اليوم عنا وبفضل من رب العالمين منحة من الديوان الملكي بمصنع حاويات كمان جاهز وتم توصيل الكهرباء بالأسبوع الماضي تكلفته كانت التحضيرية بمئتين وخمسين ألف مليار المواد وتم شراء مواد ثلاثمية وتسع آلاف كمان نعتز ونبتكر ان اليوم بمنحة من الألمان تم انجاز مصنع الكرتون وهو قيد التشغيل واليوم ببشرك انه الانتاج والمخرجات كثير ايجابية بعيدا انه اليوم فرص العمل متاحة لجميع الشباب كمي وفرته فرصة عمل يعني بالناش تأخذ كل الانجازات بس كل هذه المؤشرات الايجابية مسلخ مصنع سماد مصنع فرز النفايات شاطئ سياحي كمي تقريبا هاي وفرت فرص عمل حقيقة رح كل المشاريع بس نبلش فيها خلال الاشهر القادمة رح توفر مش اقل من ثلاث آلاف فرصة عمل واحنا اليوم بننتظر في موافقة وزير الطاقة ودولة رئيس الوزراء بتوجيهات ملكية سامية وبموافقة على مشروع الصخر الزيتي رح يوفر الصخر الزيتي ست آلاف وخمسمائة فرصة عمل وبإيراد ثابت سنويا بأقل تقدير حسب دراسة الجدوى عشرين مليون دينار سنوي لبلدية الكرد ورح يكون فيه من المخلفات تبعت المشروع مصنع متخصص البلدية لإنشاء الكندرين وكسارة ومصنع اسمنت من المخلفات ورح يكون فيه محطة محروقات خاصة لآليات البلدية من مخلفات المشروع يعني هذا هاي أول مرة بنسمع اشي يعني بشرح القلب وعلى عكس احنا هذا الأمل بالشباب وأنا فخور باعتزازك بتجربتك بخدمتك السابقة وكلنا فخورين فيك أستاذ إبراهيم أخي عاطف اليوم كمان أيضا قبل ما نفوت بالموضوع اللي احنا الأساس فيه ولكن أيضا من واجبنا أن نقول ماذا أنجزتم خلال هذه الفترة بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية بحب أمسي عليه وعلى رئيس بلدية الكراك أخونا إبراهيم الكراكي وعلى جميع مشاهدي قناة اليوم الفضائية إذا بدنا نحكي أنا كنت مرتب المعوقات كمان خلينا نبدأ بالإيجابي بدنا نحكي بالإيجابي يعني نرفع معنويات الناس يعني اليوم أخونا إبراهيم يحكي على 9500 فرصة عمل إن شاء الله هذا بجوز تنقل كل المحافظة نقل نوعية استثمارات 3.6 مليون عن إنجازات طبعا رغم شح الموارد رغم الضيق اللي بتمر في بلدية الزرقاء بلدية الزرقاء تعد من البلديات المنكوبة وأنا أصنفها منكوبة وأغلب سكان مدينة الزرقاء بصنفوها منكوبة نعم وأنا بحسد أخوي إبراهيم أنه علاقته طيبة مع الوزير وبحسد أنه برضو بحسده على على الغبطة اللي هو فيها تشعروا أنكم مستهدفين في بلدية الزرقاء فعلا الآن أنا شعرت الآن شعرت نعم نتمنى أنه ربنا يفرجها علينا وعلى جميع أمة محمد لدينا مشروع الآن مشروع توأمة طبعا مع كل الفورنية طبعا هذا مشروع الطاقة البديلة المرحلة الأولى تم إنهاؤه في توفير الطاقة هذا يوفر تقريبا 60% من فاتورة الطاقة الكهرباء نعم رح يغطي جميع بلدية الزرقاء من الشوارع الرئيسية بدأنا أنتهت المرحلة الأولى المرحلة الثانية الشوارع ما أقل من الرئيسي بعدها حتى الدخلات الصغيرة فيها لد فأنهينا المشروع اللد إن شاء الله وقف الهدر الموجود سابقا من المياه الموجود في بلدية الزرقاء برضو هذا أنا باعتباري إنجاز لأن الهدر ووقف الهدر هو ربح مشروع اللد حكينا عنه الزراعة طبعا بلشنا الآن بزراعة نص مليون أو ربع مليون بعام 2018 بدأ المشروع منذ أسبوع ربع مليون شجرة ربع مليون شجرة بعام 2018 بدأ الآن بالتجهيز الأسبوع المنصرم أنهينا حديقة وبعض الجزر الوسطية إنشاء سوق منزلي لتسويق المنتجات المنزلية لربات البيوت برضو هذا يعني من البلدية هو مش مشروع دور داخل هو تكافلي بين البلدية ولو المجتمع يعني رفع على مستوى دخل الأسرة يعني تشاركية ربعات البيوت والمجلس البلدية إنشاء محطة غسيل للسيارات توفر على البلدية 240 ألف سنوية محطة غسيل بإمكانيات متواضعة بسيطة إنشاءنا محطة غسيل تشغيل نظام الرخص والمهن الذي يقطع الطريق على يد الفساد وفيه تحويل برضو حوالي سلع قضايا للمده العام قضايا فساد وتلاعب في الرخص والمهن طرح أعطاء خلطة اسفلتية إحنا الآن بنجهز له كم رحلة أولية بقيمة 2 مليون دينار نشر ثقافة النظافة والتشاركية الحمد لله انطلقت عنا من بداية خلن نحكي بداية المجلس البلدي مبادرة بجوز انتشرت على مستوى المملكة بجوز أخونا إبراهيم سمع عنها اسمها مبادرة تنظف شارعك من الأهالي ومن الناس المثقفين شفنا كم من سورة ومشاركين قوة مهم من الداعمين اللوجستيين لهذه المبادرة الحمد لله أصبحت الآن هي ثقافة عند شعبنا الزرق يعادل تأهيل بعض الملاعب والحدائق تشكيل دراسة جميع المشاريع الاستثمارية المتعطلة في البلدية طبعا هذا يحقق شو همومك ومشاكلكو؟ الهموم والمشاكل لأنه أنا في ملاحظات كثيرة أجتني أنه البلدية ما بتتلقوا دعم كأنكوا بتتعاقبوا لأنه جبتوا واحد من حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس بلدي الانجازات صفحتين والمشاكل والهموم أكثر من 10 صفحتين إحنا نسير بخطة ثابتة الحمد لله لكن بطيئة بعض الشيء وهذا طبعاً له مسببات مسبباته كثيرة وكبيرة بداية عدم تعاون وزير البلديات مع بلدية الزرق يعني بداية تسلمنا للمجلس البلدي ذهب وفد من نواب محافظة الزرق اللي هما تقريباً تلت نواب أو اربع نواب والمجلس البلدي والرئيس والرئيس البلدية ذهبنا إلى وزير البلديات شرحنا الوضع كامل إحنا استلمنا إرث صعب 33 مليون مديونية شرحنا له الوضع كامل لكن دون أي تجاوب طلبنا برضو دعم لوجستي آليات الأسطول كامل متهالك في بلدية الزرقاء دون أي استجابة ففي برضو سداد للمديونية 100 مليون كانت مخصصات لسداد مديونية بلديات المملكة بلدية الزرقاء حرمت حرمت من مخصصات سداد المديونية طبعاً هذا أثر على نسير عمل المجلس البلدي كامل وعلى موظفي بلدية الزرقاء بشكل خاص يعني 100 مليون يفترض إحنا إننا حصة بهم الأكبر 8 مليون وكوية لأنه هي عوائد من نفس البلديات فإحنا بلديتنا خلنا نحكي والعدد السكاني والإكتصاد السكاني الموجود فيها هو يرفض المية المليون بمبلغ كبير منها فتم حرمانها برضو كمان الآليات والدعم اللجسدي حرمنا منه اللي حكنا عنها الأخوي برضو دبل شوي المنح حرمنا منها فيه برضو كمان توأمة مع بلدية كارفوس التركية هي أحد بلديات إسطنبول هاي طبعا البلدية من خمس شهور أخذنا قرار في أنه نمل توأمة خمس شهور حتى إجاء الرد وكان الرد مضحك مبكي بيقولك بلدية كارفوس أدنى وأقل مستوى من بلدية الزرقاء المنكوبة لا حول ولا قوة إلا عدد سكانها 120 ألف تقريبا عدد سكان المنطقة الخامسة اللي أنا رئيسها يعني وميزانيتها كم 110 مليون يعني هذا رح يرفض مشاريع خدماتية لأهل المنطقة والأهل الزرقاء بشي كبير رفضها الوزير لعدم التكافؤ فيه الآن برضو نتمنى أنه ما ترفض فيه فيه برضو كمان مع كاليفورنيا نعم نتمنى أنه مستطلعته أقل من كاليفورنيا ممكن يقولك لا بلدية الزرقاء أفضل مستوى نعم نتمنى أنه أنه ما يكون فيه رفض لنفس القضية كثير الهموم وكثير المشاكل جمع وراقك تعطيل جميع المشاريع طبعا من خلال العطاءات خلطات اسفلتية وتعبيد من خلال المحكمين اللي هم القضاء أو المحاكم في بعض متنفذين أو خلل نحكي عطاءاتهم في بلدية الزرقاء تم تعطيلها وأخذ حكم قضائي فيها أول استلام لمجلس البلدين فهذا نعتبره تعطيل لا إله إلا الله يعني لسه أكمل أستاذ إبراهيم اليوم الناس ضايجة الوضع صعب أنت بتحكي عن آفاق مذهلي بتحكي عن 6 مليون دينار هذول اللي اللي حكيت فيهن بسرعة 9500 فرصة عمل خليني أكون صادق معك تعودنا ألا نصدق الحديث المتفاعل نعم قديش الثقة في هذه المشاريع يعني ومتى حكيك ربي أني ما أنزلت إلي من خيراً فقير أنا ماشي بقاعدة ربا هم أحية أمة لا أريد أن أجامل لكن حماس شباب الكرك وأبناء الكرك وجميع أطياف المجتمع الكركي للتفاعل ودعم المشوار الشبابي كان له الأثر الأكبر في أن نستمر قدماً وننجز بقدر ثقة ومحبة الناس فينا حقيقة الآمال كبيرة والأعباء كبيرة لكن الله المستعان إحنا اليوم حبينا أن نكون في الأول في أول المشوار مقدمين لا مستنزفين أنا جئت لبلدية الكرك الكبرى متبرع ومتطوع أنا لغاية الآن ما أخذت من بلدية الكبرى ولا مكافأة ولا أي مياومات ولا أي بدل جلسات من أجل أن أكون صادق في وعودي مع الناس إلا أنت تقار أي فلس ولا فلس حتى السفرات اللي سافرتين سفرة عملت توقع من مع بلدية كاركسيون ويجع عليها عدم موافقة من الوزير لكن أبيت وسافرت وعملت الاتفاقية وجينا لبلدي بإنجاز عظيم من بلدية كاركسيون بفرنسا بفرنسا وتم اختيارنا عضو بمجلس الصداقة الأردني الفرنسي هذا الشيء مبعث للتفاؤل اليوم أكبر هم عمدة الكرك إبراهيم الكركي والمجلس البلدي الموجود أن نكون حاضنة لشباب الكرك وأن نحتوي شباب الكرك هذول المشاريع حقيقية موجودات الآن بفرص العمل يعني تم الحديث عنهم في أحد الصحف الرسمية والصور مع المقال موجودة لا لا نحن نتصادق نحن بحكي عن 950 فرصة عمل وهي الآن موجودة خلال شهر أربعة رح يتم الإعداد لإفتتاح لأغلب المشاريع اللي كانت منحة من الديوان الملكي بإعاز من جلالة الملك الله يطول عمره وعندنا مشاريع كمان رح تكون ريادية ومفاجأة للمجتمع الكركي والداخل والخارج نحن همنا أن تكون رسالتنا واضحة نحن اليوم شباب الوطن نحن عمالنا باللبي رغبة جلالة الملك الله يطول عمره أن الشباب هم عماد الأمة جلالة الملك الله يطول عمره بكل أوراقه النقاشية اللي وجهها الحكومات وكل المحافلة الدولية بيأكد على ضرورة الاهتمام بالشباب أنا اليوم مع الشباب من أجل أنه نقدر نحتوي الشباب ما يتوجهوا ولا يكونوا صيد سهل للفكر المتطرف والإرهاب والممارسات السلبية اليوم أخذنا قرار جريء بالمجلس البلدي وعلى ضوء ما صار وحدث من أحداث كانت أليمة على قلوب كل الغيورين والشرفاء في وطني الحبيب بتعيين خمسمائة شاب وفتاة من أبناء الكرك وعمال وطن في بلدية الكرك وجاري التباحث من أجل أن نجلب تبرع مليون وأربعمائة ألف سنوي من أجل تغطية نفقاتهم وما نحمل البلدية ولا فلس حتى ما يكون في حجة في عدم اتخاذ القرار فيهم اليوم جلالة الملك مبارك أنه بمشوارنا الشبابي ثقتوا فينا عالية وإحنا قدوتنا سمو ولي العهد سيدي ومولاي الأمير إحسين طيب نستكمل يعني أنا سعيد اللي بيحكوه أخواننا الكركيين وعمدة الكرك ويعني بنا نشوف شو مشكلة الزرقة ولكن بعد الفاصل أرحب بكم أعزائي المشاهدين مجددا يعني أنا حبيت أن الجزء الأول من البرنامج أن نلقي الضوء على ما يفرح وأيضا احتياجات البلدية ولكن حتى الناس ما تقلق لا المرسيدس هو الحديث في الجزء الثاني وابدي أخذ اتصال مع الأستاذ عماد العزام رئيس بلدية الرمثة السابق بصدر خير أستاذ عماد بصدر خير أستاذ عمر ترفع لي صوتك شوي بس صغير ماشي سيد أستاذ عماد يعني أنا معاي إخوان من بلدية الزرقة ورئيس بلدية الكرك يعني هل أولوية الأردنيين اليوم سيارة لرئيس البلدية وجماعة الزرقة بلطموا على كم الليرة أليس الأولى أن نوفر هذه المبالغ للخدمة مساء الخير يا سيد ومساء الخير لضيوفك ومساء الخير مساء الخير أستاذ عمر أنا بالعمل البلدي من الثلاثة ثمانين نعم مسكس صعيب بالعكس أنا أنا بجوز خلال الدولة الماضية كذا اجتماع رئيس بلدية الطفيلة تخرب سيارته على الطريق بيلحك الاجتماع السيارة أنا بسكون عمرها فوق الخمس سنوات والله هي مشكلة ورئيس البلدية مرات بجوز بمشي ستة وثمان ساعة زميننا رئيس بلدية الكرات هو قل لك أنه ما بغض الشيء بس ما قلتش شو بدفع من جيبته كل مشوار على عمال بده غد السائق ويدغده هويا على حسابه هموم العساء البلديات كبيرة والله رئيس البلدية أولى من الأمين العامي الكب سيارة كويسة وأولى من المدير العام يركب سيارة كويسة لأنه هو جزء أهام من المستبع ولكن يعني خلينا على البلدية تربح أو تخفف مزيونيتها وبعدها بنفكر بالسيارات يا سيدي هي جزء من العملية البلديات ترحط بالصخر البلديات من 2011 لليوم هي بلشت أبورها تتنعنش بالأول كان البلديات والله دقلة البيس كورس تغلبهم البلديات أسها بخير وضحها بخير يعني هو الحكي على بلدية الصلط بلدية الصلط وضحها كويس وضحها المالي كويس بلدية أربد كويس بلدية الكرك طالعة طالعة كويسة يعني أنا سمعت ملاحظات الأخ بالزرقة مشكلتهم بالزرقة الرئيس السابق ولك الرئيس اللي قبله هو عمل تحيينات وكذا أتنا اللي بيحكي عن لي فهي هاي هاي كل راحب ندب عليها وهي عمل تراكمية الشياليات الموجودة لا بلدية الزرقة حكت كلام مختلف أستاذ عماد بلدية الزرقة حكت عن عدم عدالة من وزارة البلديات حتى بلدية الزرقة شكل واضح ما شاء الله بلدية الكرك ميخد كثير من الوزارة والأي شيء لا من الوزارة والأي شيء بسهم يعني دمبره عالي ما شخص بعده ما حد شخص يعني أنت ترى أنه سيارات البلديات ضرورة أستاذ عماد والله مهم جدا رئيس البلدية هو شخصية اعتبارية بمثل مدينة مثل الشرق والزرقة هاي مدن رئيس البلدية يعني هذا بمثل هذه طب الوزير بقول أن القرار متخف بالألفين وثمانية طب ما تغير قانونين بلديات بالألفين وثمانية اتخذ قرار أنه رئيس البلدية يشتري سيارة بقى كلهم محب كمات اشتروا سيارات وستثار عمرهم قد يصار عمرهم عشر سنين ومعظم المشروبات تخرفت سيارتهم عالي جدا صحيح أنا كنت رئيس بلدية وكنت معاني بالسيارة كما اوكي بجوز أنا ده ما عنديش مصاري مش أولويين يشتري سيارة صحي بس إذا عنده مصاري يشتري أنا معك إذا عنده مصاري يشتري رئيس بلدية الرمثة يستخدم سيارته الشخصية ومع أي نساء يعني حسابه ما عنديه السيارة لأنه رئيس بلدية الرمثة طيب شكرا بالزرقة رفضتوا السيارة وطلبتوا بدالها ست سيارات بدنا بدي بس أستقطعك شوي أنا ما حكيت عن بعض الإنجازات هي بسيطة لكن إنا بنظرنا على الوضع الموجود بالنسبة لنا إنجاز تجهيز مصنع حاويات ينتج خمسين حاوية بالأسبوع يعني هذا بالنسبة لنا إنجاز وبالنسبة لنا إنجاز أنه وصلنا سونا نجلس الحاويات تجليس عند محل بودي تجليس سيارات بخمسة عشر دينار بكرا بصير مصنع بالكارك يعني للأسف يعني إحنا إحنا بعام 2018 عام 2018 وتلجأ بلدية الزرقاء لأنه تجلس الحاويات بالخمسينات أو بالستينات ما كانت تعمل هيك طب ليش صعب ليش وضع كل مالي هيك شيء ما في الإرت اللي أخذناه إحنا واستلمناه إرت صعب جدا 33 مليون وكل المؤسسات وكل الدوار اللي إن فيها ارتباط بدأت بدأت بالعمل لإفشال يعني هيك إحنا بنعتقد واللي عنده غير ذلك يجي راجعنا إحنا بنعتقد أنه الآن في عملية أو حرب ممنهجة لإفشال المجلس البلدي ولإفشال شخص المهندس عليم السكر لإنتماؤه 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 لحزب معين لإفشال شكالي رئيس البلدية لما استضفته في هذا البرنامج كان صال له شعرين أو ثلاثة أن المحافظ قاعد الشرطة ما إجابه بارك كله ما أحد إجابه بارك من الأجهزة الأمنية ولا الأجهزة الرسمية إلا عطوفة الرئيس هو توجه لهم واحد واحد ولا واحد إجابه بارك ولا واحد بارك نهائيا هو توجه عطوفة رئيس البلدية لجميع الأجهزة الأمنية والرسمية في داخل محافظة الزرقاء وهو مد يده للجميع ولغاية الآن نمد يدينا للجميع للتعاون لإنجاح المدينة النجاح مش رحي يعود فقط لعلي أبو السكر وعلي أبو السكر يعني خلنا نحكي بلدية الزرقاء مش لعلي أبو السكر ولا عماد المومن ولا أبو ناصر لغويري بلدية الزرقاء لأهلها هذه مؤسسة أهلية مؤسسة نجاحها ونجاح رئيسها هو نجاح لأهلها وهذا بنعكس مباشرة إيجابا لأهل المدينة رفطوا بالسيارة المرسيدي بالنسبة للسيارة السيارة المرسيدي طبعا هي موديل في بعض الأشخاص وبعض المغرضين من يدعون أنهم صحفيين في مدينة الزرقاء للأسف بيقول لك بلدية الزرقاء أصلا ما بيشملها أنه تغير سيارتها لا سيارة رئيس البلدية موديل 2008 مضى على عمرها الافتراضي عشر سنوات ويحق له أن يغيرها الآن رفض رئيس البلدية مباشرة من أول تلقي الخبر وقال الستين ألف وما يقرب ستين ألف المركبة الجديدة قال هاي رح توزع على المناطق بشكل عادل لإنجاح المجالس المحلية ولإنجاح رؤساء المجالس المحلية ولإنجاح الرؤية الملكية السامية باللا مركزية أنتوا طلبتوا شدة سيارات لكل منطقة سيارة هو تقريبا وأفقرك رئيس الوزراء والمجلس البلدية لغاية الآن نعم هي الآن بحاجة إلى قرار خلنحكي قرار مجلس البلدية ثم العطاءات لا مجلس البلدية ها يعني الوزراء أهضع لنا الآن هي شكلية خلنحكي قرار مجلس البلدية وبعدين قرار لجنة العطاءات لنضيب إجراءات شراء السيارات للمناطق لخدمة المناطق كل منطقة عنا فيها بكم لمدير المنطقة ولجولاته ولا مشرف المنطقة يفترض كل منطقة فيها ثلاث آليات جرافة قلاب عنا قلاب واحد بدون جرافة يعني في عنا نقص كبير عنا آليات الأغلب معطل يعني بنعاني بنعاني من التهميش بنعاني بالتهميش وفي رسالة بدي أبثها من خلالك أنا قبل تقريبا أسبوعين طرحت مبادرة ووضعت الكرة في ملعب الحكومة الأردنية طرحت مبادرة أنه إحنا نطلع وفد نشكل وفد من وجهاء الزرقة لجلالة سيدنا بحيث أنه نطرح مشكلة بلدية الزرقة وتعنت الوزير وتزمته برأيه وعدم دعمه لبلدية الزرقة ففي ناس بسألني يقول لي ليش طولت طيب ما طلعت الوفد طب أنا ما بدي أطلع وفد أنا بمعنى أنا قاعد ألعب سياسة الآن أنا طرحت الكرة بملعب الدولة ولكن ما فيه ولكن بديها لكن أنا بصدد تشكيل الوفد لذهاب إلى جلالة الملك والدوان الملكي وإذا إنه شفنا فيه برضو إصرار لتوصيل رسالتنا لجلالة سيدنا إحنا رح نعمل اعتصام على باب الدوان الملكي لأنه إحنا ما بنطالب لأنفسنا ولا بنطالب لأمور شخصية بنطالب لمدينة ولناس انتخبونها بلدية الزرقة هي مش لعليم السكر ولا لأي شخص ولا لأي شخص ولا لأي شخص وإذا أنت يا وزير البلديات عندك رؤية أو تعليمات أو أو خلنحكي تصور أنه إفشل الرئيس أنت بتفشل حزب إفشل حزب أو إفشل شخص بعيد عن أهل الزرقة أنت تعاقب مدينة كاملة بما تحتوي من سكان مليون ومئتين ألف لأجل إفشال شخص هذا الحكي مرفوض وأهل الزرقة نفسهم رافضين هذا الحكي أنه يكون عقاب أهل الزرقة ليش انتخبوا عليه بالسكر هو يعاقب أهل الزرقة ليش انتخبوا عليه بالسكر صناديق وعبر صناديق وانتخاباتنا زيها تم إفراز المهندس عليه بالسكر شكرا أنا أضم صوتي لصوت بلدية الزرقة هذا خيار الصندوق وعلينا أن نحترم خيار الصندوق أستاذ إبراهيم أنتو شو موقفكم من المرسيدز؟ والله أنا الحقيقة ما يقص هذا الموضوع أنا اتفاجأت اليوم حقيقة أنه في تصريح لمعالي الوزير أنه أنا اللي طالب السيارة على الرغم أنه أنا حكى معي مكتب الأمين العام وأبلغته أنه أنا ما عنديش مخصصات ومش بحاجة لعاي السيارة اليوم الصبح رنت علي خيتي واحدة من مكتب الأمين العام وقالت لي قلت لها أنا السيارة ما بدي إياها ومش بحاجتها وأنا بفتقر لبعض الآليات والرافعات والطاحنات ممكن أشتري في المبلغ هذا أو أوفر خدمات للناس أنا ما بدي أني أكون عندي إيش أجعص فيه عن الناس ولا بدي بريستيج ولا أنا جاي عشان أوعد في مكتب أنا وكتي ميداني وأنا بشكر رب العالمين أني لغاية اليوم بعدني مش متجوز ولا مرتبط يعني متجوز الخضية قولة المرحوم ياسر عرفات بس حقيقة ما أريد أن نوه له معالي نائب دولة رئيس الوزراء معالي جمال الصراير مجرد ما أخذ الإرادة الملكية اتبرع إلي بسيارته الشخصية لندو كروز موديل 2007 وهي بحالة ممتازة وداها عن نفض جبل إياها بكياس إلا أنه معاملتها على مكتب الوزير للمرة الثانية وهي الكتب وديت له أنه يوافق على التبرع وما وافق على التبرع يعني هيا بس جمال الصرايرة سيارته برعب سيارته الشخصية وهي سيارة حالتها منتازة جدا ومش ماشي كثير يعني مش ماشي أكثر من 6000 كيلو الآن أنا بحاجة أنه أنا أوفر ما دام إيجاني إيش ببلاش هو كويس ليش ما أقبله؟ مرتين الوزير اعطى رفض على السيارة هذا كتاب الرفض؟ هذا كتاب رجل الوزير هاي الكتاب يعني غريب كانتك روز وعرغم من هذا كله بالوقت اللي كانتين باركي إلى معالي جمال إسرائيل روح باركت له وأبلغتك أنه مفيش موافقة على السيارة وأنا محرج أن أقول لك أنه رفضت مكرومتك لأنك تعطينا سيارتك للشخصية طيب أنا مقدم مرتين بتاريخ سبعة اثنين إنك تسجيلها من سنة بلدية نقل الملكية آه يعني نقل الملكية لبلدية الكاري تبرع من البوتاس نعم لكن معالي الوزير ما وافق أنا هذا ليوسفني أنا موجه كتاب بواعد ثلاثة وموجه كتاب بسبعة اثنين وتم الرفض على التبرع السيارة طبعا أنا بحكي لك هذا الكلام أنا مش بندية مع معالي وزير البلديات لكن الحقيقة والإنصاف أنا ما طلبت السيارة ولا حكيت لشتريه لسيارة أنا طلبته يوافق لي على سيارة معالي جمال الصرايري اللي تبرع لي فيها ويعطى عدم موافقة والآن المعاملة تبعتها على مكتب معالي الوزير وما تم الموافقة عليها وهي رخصتها وهي معاملتها وهي الكتاب لكن ما في موافقة طبعا أنا ليش أشتري سيارة بستين ألف وأنا إجتني سيارة بلاش حتى لو ما إجت سيارة معالي جمال الصراير أنا مش بحاجة سيارة اللي عندي كويس يوم كفيتني أنا بدي أخدم الناس أنا بفتقر إلى تقديم الخدمات للناس وبيعرف معالي وحكيت له من أول يوم أنه أنا جاي على تراكمات كبيرة جاي على أكثر من أربعة مليون سبعمائة ألف بس عطاءات نفذت قبل الانتخابات وما بدي أخوض بالتفاصيل أنا جاي على مديونية أربعة أو سبعة مليون نفذت قبل الانتخابات؟ قبل الانتخابات الآن في عندي عطاءات يعني مفهومي طبعا واحد وثلاثين عطاء تعبيد وفتع شوارع هذا الكلام وما يخلفه من اللجنة اللي استلمت بلدية الكرك قبل الانتخابات والتكاليف اللي استنزفت من البلدية وفي أمور كهيرة لكن أنا ما يعنيني الآن أن موضوع السيارة لن ولم أقبل به في أي لحظة من اللحظات أنا أطالب أنه إذا بدي يسير قبول للتبرع وهو شيء أخلاقي أن يتم القبول مع جمال السيارة وأنا هاي موجود كل شيء على أرض الواقع أنا بدي أسأل سؤال لا 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 كليكم ضيوف الكرام هل هناك تنازع صلاحيات هل هناك خلافات بينكم وبين المجالس المحلية كثير ناس أنه بتقول لك يا أخي المجالس المحلية والمجالس البلدية ليس يتفقى هل هناك هذا الحكي لديكم بالزرقة أو لا؟ لا خلاف بمعنى خلاف الحمد لله لأما فيه انسجام لكن البجالس المحلية هو قانون جديد يعني لا رئيس البلدية أو حتى موظفين البلدية حتى مدر المناطق لا يعرفوا ما يعني رئيس وعضاء مجلس محلي إشي غريب وإشي جديد وللأسف للأسف الأرضية والبنية التحتية للمناطق عندنا إحنا محافظة أو بلدية الزرقة غير مؤهلة يعني لا المباني مؤهلة لا استقبال المجالس المحلية ولا الكادر ولا الآليات مؤهلة وللأسف أنه في ست شهور كان المجلس المعين أو اللجنة المعينة كان معهم علم أنه فيه قانون يفترض يفترض أنه تم تأهيل المناطق لاستقبال المجالس المحلية فإحنا كان فيه بداية الموضوع تخبط بكل الأردن في تجربة جديدة وما حدا فاهم وين صلاحياته تنتهي وين تبدأ صلاحياته بدي أحكي بس نقطة صغيرة عن عطوفة أخونا عماد اللي هو رئيس بلدية المفرق الرمثة السهل الرمثة أهلا وسهلا فيه حكى أنه أخونا لما قال ابن الزرقة يتهم أو يرمي اللوم على المجلس السابق إحنا حكينا حقائق وأرقام والأرقام موجودة عندي أنا ما بتهم أحد هذه المديونية 33 مليون هي تراكمات من مجال السابقة لكن إذا بدنا نحكي أرقام إحنا فيه مستحقات للضمان الاجتماعي 9 مليون وصلنا إحنا 9 مليون كانت الآن 13 مليون دفع منهم طبعا بيع سيفوي أراضي سيفوي سددوا أراضي أراضي وللأسف بيع وسدد لكن من هذا التاريخ ما تم تزيد أي مستحقات للضمان الاجتماعي فرجع المبلغ زي ما كان تقريبا أو أقل قليلا يعني إحنا 9 مليون للضمان من المجلس البلدي السابق مستحقات الضمان كانت 13 مليون بيع أراضي سيفوي 11 دنوم هي تقريبا تسوى 20 مليون بيعها 12 مليون شو الآلية أو ليش ما بعرف ما عنه الأرض بموقع تجاري مميز جدا في الزرقاء الجديدة بالمجلس البلدي السابق السابق نعم ما تحفظنا شو الآلية نبيع فيها لكن بيع وسددوا منه الضمان لكن ما اشتغلوا سنقول عمل مؤسسي عتبنا عليهم عمل مؤسسي عليك مستحقات شهرية كملها 4 مليون فواتير شراء من مجال السابقة 2 مليون تأمين صحي هذا كله صارت تأمين الصحي تم إيقافه أول تسلم للمجلس البلدي يعني تخيل يعني وزارة صحة صابرين بـ 2 مليون وعلى ذلك بس أول ما اجينا ووقفوا الضمان الاجتماعي عن موظفي بلدية الزرقاء طب هذا أردني وين يروح يتعالج أبنائه زوجته ومع ذلك واضح مع ذلك حليناها ومع ذلك وأكثر من المشكلة طبعا من كمان باقي حصة بدل محروقات دعم المحروقات اللي هي 4 ونص مليون بالسنة ضايل إنها تقريبا مليون و300 ألف بعد المحجوزات تم تخفيض كمان حصة بلدية الزرقاء عام 2018 من 4 ونص نزلوها كمان نص مليون طب المفروض أنه ترتفع ترتفع مش تنقص التعامل الجاف من قبل وزير البلديات وعدم زيارته لغاية الآن لبلدية الزرقاء براغم كل الوساطات أنه يزور ويطلع على أرض الواقع التدخل الصارخ من وزير البلديات بإجازة الرئيس يعني صراحة هذا أزعجنا إحنا كمجلس بلدي أنه إحنا رئيسنا بنقوى فيه إذا هو قوي إحنا بنقف فيه إن شاء الله هو قوي إجازة الرئيس إجازة الرئيس بفترة مرضه يعني الرجل مريض وتعرض لبعضة صحية بدل ما تقوله حمد الله على السلام تقول وين وكيف وليش تسع أيام إجازة تدخل فيها وإيام تتوقعت الرئيس هو فقط رئيس البلدية للعلم للعلم يود الاستراحة أنه أنا للعلم أنا إجاز تسع أيام وهي النائب الرئيس يعني بيسأل عنها بطريقة صراحة مزعجة وأزعجتنا كمجلس بلدي كاملا أنه التدخل بإجازة كأنه موظف بلدي هذا رئيس منتخب يعني ذوقا يعني خلاص هو للعلم والآن بدأ طبعا الضمان الاجتماعي يعني يضغط في مطالبات مالية التدخلات الرسمية والغير رسمية الموجهة وغير موجهة طبعا بالمجلس البلدي وعمل المجلس البلدي وحتى العمل الإداري لبلدية الزرق واختيار بعض الإدارات في تدخل رسمي فيها وصارخ نحن نرفضه سحب القوة الأمنية من أول ساعة وصل فيها المجلس البلدي كان في قوة أمنية تحمي البلدية وتحمي رئيس البلدية ومؤسسة أهلية خلنا نحن نحن ما لها أي سلطة تفرضها على المواطن في زالة البسطات أو المخالفين ففيه كان قوة أمنية تم سحبها وللأسف يعني بأول ساعة كانوا منسحبين بس إحنا دخلنا هم طلعوا والآن إحنا أخذنا اضطرنا نأخذ عطاء مننا عطاء بيننا وبين الأمن العام داخل حدود الأردن تطلب من خلنا نحكي أجهزة أمنية يحموك بالمصاري الآن 122 ألف يعني خلنا نحكي الاتفاقية بيننا وبين الأمن العام لأجل أن يكون في مفرزة أمنية داخل مبنى البلدية هذا إشي صراحة معيب للحكومة الأردنية أن تحمي مؤسساتها بمقابل أجل هل هي أصبحت شركات تأمين شركات أمن حماية هذا حكي خطير في منتهى الخطورة أستاذ إبراهيم أيضا في تضارب بينكم بين المجالس المحلية وهل تعاني يعني إحنا سمعنا هيك أمس أنه في حرس قديم بالزرقة يستهدف جهد البلدية وبحاول يعطل شكو لكم بالكرك بالكرك بالزرقة حقيقة بالنسبة للمجالس المحلية لو كان في أي خلاف ما بين المجلس البلدي والرئيس والمجالس المحلية ما كان هكذا إنجاز قد تم إحنا في قمة التفاهم والتوائم مع المجالس المحلية ويدا بيد من أجل خدمة الجميع بعدل ومساواة اليوم إحنا حاولنا نوصل لنقل نوعية على جميع الصعود ما يهمنا بموضوع المجالس المحلية ومجالس المحافظات اللامركزية أن ننجح رؤية جلالة الملك بأن يكون هكذا مجالس موجودة من أجل أن يكون تشاركية في إعداد الدراسات والنهج ودليل الاحتياجات لجميع أقطاع المحافظة اليوم إحنا في أتم الاستعداد لأن نكون رسالة واضحة لجلالة الملك أطال الله في عمره والداخل والخارج أننا اليوم في بلدية الكرك الكبرى ومن خلال المشوار الشبابي النهضوي الذي نحن بصدد أن نبني من خلاله الصرح العظيم الذي سنباهي به الأمم رسالتنا واضحة نحن الشباب اليوم نحن ييد بييد نخدم وخدام للأمم اليوم فيه للأسف ويؤسفني أن يكون بالوزارة وعلى أعلى المستويات أن يكون من هكذا حرص هذا الكلام أنا بحكيه ما بدي أحكي كل شي عندي أنا لغاية اليوم ما نسد أي شي من مديونيتي ما أخذت أي تبرع من الوزارة وما حيك أنا ما بدي أنا بدي أنه يترك إبراهيم في حماس وفي جهده وفي فكره النير هو وشباب الكرك أنا اليوم عندي أكثر من 700 شب من شباب الكرك هم متطوعين من أجل إنجاح العمل يعني يرخوك بس يشغل لحالك ما يعرق لك وهذا الكلام أنا حكيته لمعالي الوزير بعد ما أنا قدمت الموازنة وكان فيها 30 عام الوطن تم رفض الثلاثين وقالوا بأننا نوافد بس على 25 قلت أنا مسامحكم بالموازنة كلها ودي أشتغل في 2018 من غير موازنة وذكرني معاليك وأنا بحكي على هو وذكرني معاليك بال2018 أعطيك دعم من بلدية الكرك 3 مليون دعم لوزارة وضعين الشرف فيه إن أكون بقدم دعم للوزارة اللي ممكن بتقدم لبلديات المملكة أنا يعني آسف إنه الوقت خلص بهذه السرعة ولكن أعد البلديات وأعد المشاهدين بحلقات متخصصة للبلديات ب يعني فترات قريبة ما ظل معي وقت صراح كان نظام الأبنية نظام الأبنية الجديد وأنا بدي أخليك تحكي عنه في حلقة قادمة ببوعدك قبل لأنه عطل الحركة العمرانية وحتى الاستثمارات عطلت نظام الأبنية الجديد لأنه لغاية لأنه لن نفذ لكن المقترح ولا يمكن إلا عن نظام الجديد ما قبل 2017 هو عن نظام بنا حلقة أنا بوعدك عن نظام الأبنية الجديد أنا شكرا أستاذ إبراهيم أنا تشرفت فيك اليوم سبحانك الله وأنا سعيد يعني بهذا الإنجاز أستاذ عاقف أنا سعداء بمعقول سعداء ولكن في الختام أرجو من الحكومة أن تحترم عقولنا أرجو من وزير البلديات اللي اليوم يعني أن تأبل الجميع لا يجوز أن تمايز لا يجوز أن تعاقب محافظة بحجم الزرقاء أكبر من كل الحكومة مش بس من وزير البلديات الكرك ما بصير تتعاقب بلدياتنا بصير تتعاقب الإما أن تعدل وإما أن تعتزل ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر